مفتلنا الدور الإنجليزي لكورة القدام كورة مفتواتة والعجب في الأورى الكورة دي فنو لعبين السناء اللي قال دي مدرسة فأوروبا الدوري تعيش معاه اتفرق بقى على الأستزعى تحليل خطير مش أي كلام عميد وصف وحزم إمام يعني الموضوع ما فيهوش إزار Stars of Fantasy هالأمار مثال خير Stars of Fantasy برنامج جديد والنهاردة أيضا حلقة جديدة واضح إن التعلب للمرة الثلاثة وثلاثين بيحط على العالمي واضح إن ميدو ما عندهوش أي فكرة عن الدوري الإنجليزي واضح إنهو أرى عليه في الكتب هنشوف بس الموضوع النهاردة وحنشوف فارق الأسكور عامل إزاي عايز أقول لكم إن البرنامج برعاية نانو سل من LG وZ تعالى بمثال خير بمثال خير يا سيف برك إيه؟ حمل إيه؟ حمد الله كوزير حشي معك حلاوة لا مش ماشي أبني دي أقل لحاجة دي أقل لحاجة وإنت رافع ديك كده وإن كل واحد مقدمات بتدي النهايات صحيحة يعني أفردني؟ لما عندك مقدمة صحيحة بص أنا عايز أقول لك حاجة عشان أشرح لك أشرح أشرح لك بس شرح بلاش إنت هي الجملة هي الجملة بتقول إيه؟ أحيانا المقدمات تعبر عن النهايات أيوه خليه قعد شوية يعني لما يرجع بقى الأسبوعات الجاية تبقون عنده إيه؟ عنده ضارة بيلعب ضارة يعني بتاع تبقونة طي طي مركز هنديلوكسكيوزنا هو مركز في المطولة أو بتاعه لكن هو بعد كده الدنيا هنديلوكسكيوزنا هو رابع أسبوع عالتوالي بيخسر يعني أه الدنيا هتفوق معه الله الله أعلم هو فرق هو فرق هو في التوتل بعيد أو يعني آه خلاص يعني الله أعلم كل شيء قوي ممكن يعمل تريبل كابتن ولا حاجة تخلص بس الرؤية والفيشن وازم يعمل أي حالة يعني لو قد حظه أقولك حاجة يعني هو كان عامل فرقة قبل الويل كارد غيرة كلها غيرة كلها لو سبعة زي ما هي كان يجب أنه جاب حاجة والثمانين دلوقتي جهير عمليين في جوان كل اللي عبته جابت جوان تعيباً اللي هو كان حطيتهم في الفرقة القديمة أه سينتا سيلنج عامل معك مصلحة جبدا سيلنج عامل معك مصلحة جبدا وهولر أول تلك سبعة اللي فات هولر أنا متفاعل دي بشكل كويس جاب جون بس الغريبة بقى هنا تشالسون كنت هشيل عامل معك تشالسون الغريبة هنا تعالى من الأولاد والشباب اللي بلعبوا اللعبة دي يعني فارين عنوكو كتير انت برضو وميدو يعني وضح ان انتوا ضايعين أصلا المجموع بتاعين 243 في المعصابية ده في هنا يعني فيه محمد عبر رحمن 323 وأندرو 316 محمد مصطفى 312 محمد المنسي 330 يعني فارين بنيو بينهم تسعين اه احنا لست في رابع جولة يعني تعتبر انت وميدو ضايعين بالنسبة للناس دي ايا بس دول الفايزين في الجولة الاولي احنا بنتطلع دايما الفائز كل شهر اه فارين تسعين فعنا راكم كبير يعني صراحة عاملين شغل كويس بس خلوك لسه فيه قدي يعني انا ماشي بشكل كويس انا مش مدايق يعني بالعكس انا ماشي بشكل كويس وعارفين مين بوكي ده وفنلاندي وهداف في الشامبينشيب من تاني اسبوع يعني حتى قبل اجيب التلاتة جوان يعني قبل اجيب التلاتة جوان بتوع ماتش نيو كاسل برضو الناس عارفها مين بوكي وفاهمين عاملين ازاي واللي بص وعلى ويلسون في بورنموت ومش عارف مين فين مش بس الناس المعروفة اللي بيجيب جوان لا يعني الميزة عندنا اللي مصين كتير قوي بيعرفوا يجب اكتب بشرات ممكن بقاش عارفة في الدور المصري على فكرة يعني من هيبقاش عارفة الإنتاج الحرابي مثلا من في نص ملعب بيع семس ما ساتنا مش عايزين كده احنا ان شاء الله باذن الله برضو يعني اقراعيب هيكلين دور في الدور المصري يعني ايه مهم برضو الناس تكون عارفة مش عازيين ان نقول الناس مش عارفة غير الدور الانجليزي لا يعني دي حق يعني اصلي بقولك ان بقت الناس متعمق هو في الدور الانجليزي نحن عارفة ols try on me or kassel ممتع بصراحة عارف وانت بتفاجأ المطشط هي امتاع لكن وانت بتفاجأ المطشط وتلادي اصلا بتحب حد بس هو مش معندك الفرقة فتتدائي ان هو جاب جون عشان عن دي واحد صاحبك وبتخليك تتقابع وبعندك رؤية فنية بشكل كبير وبتعيشك المود ايه بحاجة ان انت فاهم ان انت بص انا عمل كيف. خمسة وسبعين نقطة عندك كتير الاسبوع ده. بص اخر يوم اه كان قبل يعني قبل ماتش افرتون وماتش ارسنل كنت تلاتة واربعين سبعة واربعين حقا كده. وبعد ماتش يوم الحد كان فيه بيلعب افرتونج بيلعب مع واتفورد مع وولفر هامتن وارسنل كان بيلعب. فأوميان جاب جون ويتشالسن جاب جونين ودينيا عمل جون اطلقت الخمسة وسبعين. يعني تلاتة دولة زبطوني تلاتين نقطة. يعني السبوع اللي قبلها يعني اصلي قبلها. عملت الشغل في اللحظات الاخيرة ايه. يعني الاستاذ سترلنج انا دايما مستوح انا بحب سترلنج جدا وبيعمل لي دايما كنت. اه. بس كنت حطه في ماتش سهل كابتن. اه. وكزمه مش عارف اربعة ولا خمسة. ما جابش ولا جون ولا عمل حتى واحد اسيست يعني. اه. فدل فرق معي جدا يعني. بس الحمد لله ربنا عوضني بريتشالسن. عايز اكلمك كمان على الموضوع الهدفين وعايزين نتكلم على صلاح همانية والازمة الاخيرة دي. اه. نطلع بس فاصل ونرجع نتكلم عن تفاصيل الدولة الانجليزية. اجوار ربي يتصدر المشهد في الدورة الانجليزية كهدفين ست اهداف ومحمد صلاح ثلاث اهداف ولكن حازم برضو لقطة مانيو صلاح هي اللقطة برضو الاشهر في الدورة الانجليزية حتى الان. بص اللحظة احنا كنا مستنينها من زمان احنا ده المصورين بدل حاسين في حاجة. يعني ده ما نقول نقول لي مانيو بيلعبش للصلاح السنة الاولى مش اللي فات كمان الاولى لكن ده ما قال لك يعني بعض ناس غلطت صلاح وبعض ناس قالت لك يعني شوف صلاح يستحمل قدي وما اتكلمش. ما بقول لك يعني في هتلاقي المصورين ممكن يكون حاسين بها اكتر الناس لان كنا طبعا مع صلاح متعطفة باي حاجة العب لصلاح فالناس حاسة ان الماشا ده هيحصل هيحصل بس بص واحنا ده نعب هاسف كتير قوي نتخنم مع بعض ما تباصي بس انا رفزت ملعب مش هطلع يعني يعني ابقى باين قوي للناس ان في مشكلة كبيرة قوي ده ممكن بسبب ان راجل طلعه ما طلعش صلاح فممكن برضو اللعيب يبداي ان انا انا اللي كويس وانا اللي جاي بالجون وبتطلعني معين هو الغلطان في الكورة دي بتحصل ساعات اللعيب انه ده ليبقى الغضب بس انا شايف انها غضب ملعب مش مش اللي هو في ضغينة يعني او ان في حاجة ان هو شايل منه ده وجهة نظر اللعيب ساعات لازم يكون قاناني يعني مهاجم هو كورة بتاعة صلاح دي لو ده المانيه طبعا جون طبعا بس هو ساعات كتير جدا لو وانت تعمل كده وحطتها في جون هو ده يقولها الداف ان هو بيعمل حاجة فلازم تصبر لكن زي ما بقولك فكرة ان انت واحد بيتداي في الملعب خلاص هيك اتدايت والخلايبان قوي ان هو راح مطلعه كمان يعني كلاب طلع مانيه ساعات مسلا لعيبي بقى صلاح ان فيها فعلت؟ وان فوضش ده كان مانيه جايب جون صلاح ان ان فيها فعلت؟ ان طبعا اكيد يعني راجل فاضي لو حطها بس هتلاقي في جون تانية وده قاله وكلاب على فاكر في مصر صحف قالك الحلوة عملنا بالمخياس ده فيه جوان كتير قوي صلاحك المفروض يباصي راح مرقص هو والناس قالت لك ليه ما تباصي؟ وحجيب يا جون فالناس سيكتت فهي ده اللعيب اللي عنده كارتر ان هو بياخد موقف قرار ممكن يبقى الناس شافاء غلط بس لتك كلاب يتعمل ازاي مع الموقف ده؟ يعني كلاب يتعمل ازاي مع الموقف ده موقف ممكن يقصف هدي بقى حاجة يا سيفة عايز اقولك عليها مهمة جدا الموقف ده لو حصل عندنا في مصر سيبك من كلوب تناول الناس والاعلام على الحدث ده يبقى ايه؟ لو اللعيب كرة عمل كده وطلع شوح وقاعد يتقانق كان الاعلام هنا والناس قالت لك لازم العيدة يحصل له ايه؟ قالت لك لازم يتعاقب ما بيحبش الفرقة عمل روح الجماعة فساءة افسد روح الجماعة اللي في الفرقة وعملنا الكلام اللي هو الكبير جدا اللي لازم يعني طلع على العيب على طول والدنيا لازم العيدة يمشي والعيدة يتعاقب ويقعد بره شوية وفيه حسن منه بره هناك خدها في نفس اليوق في المؤتمر بعد ان ما لطش قالك مانيه لعيب عاطفي وهو بيعبر بسهولة عن قراءه يعني انا بس عارفه وعمل ازاي؟ بس هو اكيد لازم كلوب يحل ما بينهم اللي بقى حواليه احتوى على طول قالت لك ديفانزير الفاسد معا وخلاص هل بقى انت سمعت ان في بقى ايقاف لمانيه؟ لا لا انا بتكلم ان هو ايقاف دعب 200 الف باوند لمانيه لا انا بتكلم ان كلوب لازم يحل بقى في غرف المغلقة لازم تروعا لان فيه مشكلة اكيد فيه مشكلة ان الاتنين بيعابوا على الهدفين الاتنين بيعابوا على احسن عيفة افريقيا فيه منافسة بين الاتنين اكيد ويعني محدش يقدر يغفلها فلازم المدارب يتدخن لازم اكيد يتكلم معهم بس مش لازم افضحهم لانا على فكرة مين الافضل فيهم سنة دي حزن؟ مين الافضل فيهم؟ لا كل واحد ليه ميزاته ليه عيوب اكيد يعني ومعين خلي بالك الاتنين من السنة دي زي بعض هتلاقي صلاح كويس اوف ماتش وماتش البعدي بيوقع شوية ناحية التانية ماليه كويس اوف ماتش وماتش البعدي مش باين فهم بس هما بيكملوا بعض تلاتة جامدين جدا ومعهم فرمينيو طبعا فهم تلاتة عن بقية انجلترا اللي عنده مهاجمين تلاتة جامدين جدا بتهاي لفرفول اه عن بقية وده اللي خلى ليفرفول ما غيرش السنة دي يعني بيلعب ما عملش صلاح لا لا هو هو السلاسي اقوى سلاسي في انجلترا يعني من زمان ما شفتش السلاسي القوي بالشكل ده كلهم بيجيبوا جوان كلهم بيعرفوا يجيبوا جوان كلهم بيعرفوا يعملوا جوان فرقة قوية السلاسي فما ينفعش تقول واحد بس هو الكويس لا لو ده ممكن كويس هيتلاقيه بس في ماتش بيقع تلاني هو اللي بيكمل بيقع احسن صلاح يقدر يرجع تاني على رادار الهدفين يعني انا شاف سكورات السلادي اه اه فماتش يعني فماتش موك يجيبوا انت باتا يعدي يعني بس احنا بقينا ان خليباك بقي الميكروشكوب كل ما بتجبار كل ما بيديق عليك كل ما بتشوف بقى ما تحس ان هو بقى جامد قوي فبتبتدي تبص تركز معه في الباص الاول لما يبص كويس الله عليك يا صلاح دلوقت مش هيا لو بص كويس ولا حاجة لاقيه يا عم ده محطتاش خلاص انت فلترك للتقييم بقى اقل كل ما هو بيعلم صح لكن هو خلاص وصل طيب عايز اعرف فرقتك هتعمل ايه فرقتك الاسبوع الجاي توقعاتك للمشاط بعد الفاصل نرجع مع التعلب نشوف بيفكر فيه الاسبوع موسيقى 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 كمان يعني تريزيكين تقلق بشكل كبير بعد كده طردو كتحالة برضو غريبة كده انظرين واحدة الشروط يعني تهور في الاثنين شوية انا شايف طبيعي يعني هو لسه في الاول بيتعلم مش فاهم الدنيا فيها ايه هناك متحمس لكن انا شايف ان التشجيع على مدار الاربع ماتشاط لعبهم ما كانتش كويحش بالعكس كان كويس وانو بيلعب اربع ماتشاط اساسي على طول في البرمير ليج من اول مراح ودي بالنسبة لي انا شايفه صعبة جدا مش سهل هتلعب في البرمير ليج او مش سهل تلعب في الديوات الكيبيري دي على طول او ما تكتلعب اساسي بصوة من فرقة طالع من البارجة التانية وبالتالي لما المدارب يحط ثقة في اللعباء يعني عارف اللعبات دي هتبقى كويسة خطأ منه تهور في الاثنين واحدة دخل جامج قوي على الخط كده والتانية نفس الكلام ف يعني اعتقد مع الوقت هكسب خبرة يعني لكن بيقدى بشكل كويس ليفر بول اعتقد بتادي يفرق عن السيتي شوية اه فرواب بسيطة لا يستبدئي بسهة هل دي ممكن تتعمل بالشكل ده في الداوي اعتقد هيفضل الحال ما بين ليفر بول ومان سيتي مفيش حد قريب منهم يعني تشلسي هيوع كتير تشلسي لو تلاقي فاكل اسبوع اللي فاتسي فاكل قلت لك تشلسي كويس جدا لكن هتلاقي دايما شرطاني عندهم مشاكل دايما هتلاقي كل المشاكل شرطاني لو ييجي بص برا على الدكة ما عندهوش لعيبة انا لو هو مثلا عنده فرقة قوية زوما ده مش هيلعب خالص زوما بيخلص كل المتشاط يعني ده الجدول لترتيب قدامنا هو فتشلسي صعب ينافس ارسلون طبعا كالعادة هيتعادل كتير ويقع كتير مانشستو الناتد طبعا مع سورسكير وكان انا شايف ان كان تشارع وجد يوم بعد ثلاث سنين بعد ما جاء مكان مورينيو لانه واضح لسه في مشاكل كتير جدا في مانشستو فانت عندك مفيش بيرتاتن هام واعتقد برضو هيبقى هو الوحيد اللي بينافس معهم مع ليفر بول ومانشستو بس هيجي بعديهم على طول طوال طوال وباقي كله هيفضل بقى في حتة بعيدة يعني هل فيه متشاط يعني كانت مثلا غير متوقعة السيتي كسب بنتيجة كبيرة وده شيء متوقع طبعا فهو شيء مع مانشستو الناتد تشالسي مع تشافل تشالسي كان كاسب 2-0 يتعادل اثنين اثنين في ملعبه ومع فرقة ضرعة طعم ضرعة ده اكيد مشكلة وده اللي بقولك عليه ان شالسي كل المتشاط بيلعبه جميعا كويس لكن عنده مشكلة دايما خاصاتنا بتيجي شوط تاني بيقعوا بشكل كبير جدا بدنيا ومشاكل في الدفاع بشكل كبير جدا دي كانت مفاجأة ان بعد كاسب 2-0 يتعادل اثنين اثنين مفيش حاجة بقى مفاجآت قوي ارسنال توتنا بقى حكرنا عينيه نفس الكلام تعادلات مش هيبقى مشكلة مفيش حاجة مفاجأة مفيش حاجة كبيرة يعني حصلت لكن انا قلت متوقع ان منشستر ممكن يقوم شوية لكن مقبلش برضو ديسة عنده مشاكل عنده بيصابات كبان كتيره خصوصا مارسيال العيب مهم عنده تعور فبالتالي بقى عنده مشكلة بس يعني مفيش مفاجآتك بالحاجة الكبيرة عندك تغير في لقتك الاسبوع اللي جايب؟ عندي اه عندي هتغير مين؟ هتغير بيساكا بيساكا مصاب وبيساكا مصاب ومنشستر ما بيعملش حتى كلين شيت يعني وهو كمان بيساكا ما بيعملش جوان فبالتالي يعني حاس ان انا كفها كده وهو مصاب كمان مش يلعب فحطيت روز لعب تاتنهم الباك الشمال مدفع كويس تاتنهم يكي لسبوع الجاي عنده مطش كويس معقول يعني عنده في ملعبه مع كريستل وروز من اللعيبة اللي بتهاجم كويس يعني ممكن يعملك اساس كويس انعطول في النحية الهجومية لعب كورا كويس هتغير بيقى عنده مطش سهل هتغير بيقى عنده مطش سهل الليفربول عنده يكاسل وان عندي الحمد لله عندي اتنين لعيابة هناك فممكن ياخد كلين شيت ادريان الجون والكساندر مطش سهل الليفربول ما تتمنش ان يكاسل عفاق كيس بتاتنهم بتاتنهم واحد صفر الله اعلم الكورا لو ما تتلهاش تتعبك يعني لك على الورقة طبعا الليفربول اسهل يعني هنشوف تعالى بالاسبوع الجاي هتعمل ايه اعتقد انت يعني بتتخدم على العالمي ولكن يعني الشباب ما قطعينك انت والعالمي في رؤية كبيرة انت مش كويس مع ميدو يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني ايه تعمان بيشد مع ميت يعني اه 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 انا في المركز التالي اصحابك ما اعربوش حاجة عن الكورا وبتلعب معهم لكن الجمهور الحقيقة حاطت عليكم ومخلص عليكم ان شاء الله الاسبوع جاي هتعمل كويس ربنا يعوض عليكم مشكورك حازم خلصنا النهاردة حلقتنا استنونا في حلقة جديدة الاسبوع الجاي مع الدوري الانجليزي ستارز وفانتازي ومستنين الجمهور ومستنين تقلق الجمهور مش مهم احنا بالنسبة لنا اهم حاجة ان الجمهور يحط على حازم وعلى ميدو هو ده ان شاء الله بإذن الله اللي انا بسعله شوفكم على الفي خير شكرا